مساء الخير استراحة المحاور لا تعني نهاية الحرب فنار ترابلس لديها كل المحفزات الأمنية والتصريحات السياسية التي تضمن اشتعالها من كلام فوق السطوح لأشرف ريفي إلى مواقف من وراء البحار لسعد الحريري وصولا إلى نواب بات رأس حربة على سن ورمح ترابلس متروكة لقدرها فيما قضاؤنا يرمي بالكرة على السلطة ويطلب من الداخلية تزويده أسماء المتورطين في أحداث المدينة شكلا فأن المقاتلين لم يعودوا متنكرين ولا يخجلون من وقوفهم على الزناد لا بل يلتقطون اللحظة التاريخية ويتصورون للذكرى الدامية وفي وسع القضاء سحبهم من رقاب صورهم أما مضمونا فكيف يطلب القاضي سقر سقر من الأجهزة الأمنية تسليمه الأسماء وقادة المحاور هم صنيعة هذه الأجهزة كان يكفيه أن يراسل الداخلية اللبنانية طالبا كشفا بجداول الرواتب ومخصصات تابعة لقوى الأمن وفرع المعلومات ليكتشف أن المحاربين قداما وهم أصبحوا قادة محاور وزعماء مقررين على الجبهات بعدما تربوا في عز الأمن وبين ريفه وسيظهر في الكشوف أن لهم ظهرا أمنيا ما تركهم يوما ولما خرج من الخدمة الرسمية أصبح في خدمتهم على الأرض فلماذا كل هذه الدائرة المغلقة؟ ارتفاع الصرخة القضائية لن تخمد محورا وإذا أرادت الدولة أقصر الطرق وبلا إحراج الأجهزة بمفعول رجعي فالتوقيف بالجرم المشهود قمة العدالة إذ إن القتال مشهود جدا وعلى عينك يا محاور القضاء العسكري رد في المقابل بالقرارات على النائب بهية الحريري وصطر اتهامات لاثنين وسبعين شخصا في أحداث عبرة على رأسهم أحمد الأسير وفضل شاكر والتهم تتوزع بين القتل والإرهاب وتصل عقوبتها إلى الأعدام لكن هذه القرارات لن تطمئن بال النائب الحريري التي كانت تشكو من معاناة الموقفين وتستعد لرفع تظلم إلى رئيس الجمهورية معلنة في المقابل تسلمها ولاية صيدة بالوكالة عن الأسير وهي استغربت في اللقاء التشاوري كيف كانت القضية بشقين فأصبحت صيدة كلها شققا فهل تعلن الحريري الحرب على أبناء صيدة لأنهم يسكنون شققا وأي تصنيف تتبعه للفرز والضم فأهل صيدة ميزتهم التنوع الطائفي وشيعة الشقق هم مواطنون متجذرون في الأرض من نسيج صيدة ومصيرها وتاريخها كانوا منذ الأجداد قبل عائلة الحرير نفسها فلا هم تخلوا عن جنسياتهم اللبنانية ولا هم هاجروا وأطلقوا تصريحاتهم من خلف البحار أما المذكرة التي تعتزم نائبة صيدة تقديمها إلى السلطات الرسمية ضد مواطنيها الصيدويين وناخبيها فهي الشقة الملغومة التي يصح دهمها وإطلاف محتوياتها